أعلم أن كثيرين يجدون في هذه التعابير والأوصاف التي أصف بها مراجع النجف وحوزة النجف يجدون فيها قساوة ظلمان سوء أدب من قبلي وقاحة قلوا ما تشاء أنتم أحرار كيف تقيمون كلامي الزهراء شاهدة علي هذا ليس من طبيعتي سنون طويلة وأنا أستعمل الألفاظ المؤدبة وأختار أفضلها لكنني وصلت إلى مكان أجد أن أكبر عائق فيما بين الشيعة وبين الوصول إلى حقيقة هؤلاء التقديس إنني بهذا الأسلوب أحاول أن أنزع التقديس عن هؤلاء بقدر ما أتمكن قد لا أنجح قد أكون في النهاية لا أحصد إلا الفشل لكنني أحاول هذا هو الذي أستطيعه التقديس هذا هو الحاجز الذي يحول فيما بين الشيعة وبين تحريك عقولهم وبين مناقشة الأمور وبين البحث في الكواليس وبين السؤال عن الجذور وبين التفكير فيما يطرح مناقضا لهؤلاء كالذي يطرح عبر هذه الشاشة فأنا مضطر لاستعمال هذه التعابير وتلاحظون في أنني في بعض الأحيان أغرق في استعمال الألفاظ السوقية جدا مع أنني لا أتذوقها في برامجي إنني أتذوق العربية الفصحة وإن كنت لا أستعملها أنا أستعمل العربية الفصيحة مع أنني أتذوق العربية الفصحة وأمتلك القدرة على الحديث بها لساعات طويلة من دون انقطاع بنحو هو أفضل بكثير من هذه اللغة التي أستعملها وهي اللغة الفصيحة اللغة الفصيحة هي لغة الإعلام ولغة المؤتمرات ولغة الصحافة والمجلات واللغة الأكاديمية التي تستعمل في المحاضرات الجامعية هذه هي اللغة الفصيحة أما اللغة الفصحة هي لغة نهج البلاغة هي لغة الأدب العالي هي لغة البيان البليغ هي أسهل عندي من استعمال اللغة الفصيحة أنا لا أريد أن أظهر لكم مواهبي وقدراتي هنا لكنها أسهل عندي لأنني قد تعلمتها منذ نعومة أظفاري والعلم في الصغر كالنقش في الحجر لقد تعلمت اللغة الفصحة وبنحو جيد جدا وأنا دون العاشرة ومن هنا فهي سهلة عندي وأسهل عندي من اللغة الفصيحة التي أستعملها الآن ومع حبي للغة الفصحة وحتى للفصيحة أيضا بدرجة أقل ومع سهولة اللغة على لساني لكنني ألجأ إلى استعمال الألفاظ السوقية والسوقية جدا المغرقة في السوقية لا لأنني أحب استعمالها أنا أريد أن أنزع القداسة عن هذه الكائنات الفاشلة المعتوها عن هؤلاء الكذابين الذين ضحكوا على أسلافنا وأجدادنا وضحكوا على آبائنا ولا زالوا يضحكون علينا إنني أحاول ذلك قد أنجح وقد لا أنجح إنما أردت أن أبين لكم السبب في إصراري على استعمالي الألفاظ السوقية ليس لحبي لها ولا لأن طبيعتي وأخلاقي هكذا هي أنا أستعملها خلافا لسليقتي في التعابير وفي الحديث مع عامة الناس عندي هدف ولذا لا أبالي بالذين يقولون عني ما يقولون ربما وصفوني بالصفاقتي أو بالوقاحتي أو بسوء الأدب أو بسوء الخلق أو بأي تعبير آخر لا أبالي لأنني في مقام خدمة إمام زماني فما قيمة الآخرين الآخرون لا يمثلون لي شيئا الذي يمثل لي كل شيء والذي هو كل الأشياء عندي هو الحجة بن الحسن ولا شيئا وراء ذلك نذهب إلى فاصل